في كتير اطفال يكرهوا التامي تايم على الرغم من اهميته لتطور قدرتهم على التحكم بالرقبة وتحكمهم بالرقبة بيساعدهم كمان يطوروا من كتير مهارات تانية مثل الاعطاء والحبه بشكل اسرع كما لهيك بهالفيديو رح نحكي عن بعض الطرق المختلفية اللي ممكن نعملها غير التامي تايم ويالي بتساعد البيبي او بعضلات رقبته اسرع وبالتالي يطور مهاراته الجسدية بشكل عام اول تمرين رح نعمله بعضه بس بدنا نحمل الطفل رح نحمله من على جنب يعني رح نقلبه على جنبه ونحمله هيك ما نساعده يفاعل عضلات الرقب من جهة غير لما نحمله لما يكونه مسطح على ظهره ويصير لازم يفاعل كل عضلات الرقبية اللي ممكن يكون صعب بالنسبة له اول فترة هذه الطريقة اسهل بالنسبة له وما تنسي على طول تبدل بين الجوانب حتى نضمن نمو منتساوي على الميلتان اما تاني تمرين رح نعمله مع بعض انه رح نجيب اي لعبة بتلفط نظر البيبي رح نحركها من جهة اليمين مثلا لجهة الشمال ونتأكد انه البيبي عم بيحرك راسه مش عم بيحرك بس عيونه يعني عم يلحق اللعبة براسه من جهة لجهة بدي وطح شغلة انه نحنا من اول ما خلقت مسك كنا نعمل مع كل هالتمارين وكنت عم عملها تمي طايم كتير كمال هيك اذا انت هلا انبالش مع طفلك ما تخافين ان شاء الله شوية شوية بصير بيتقواب بيتحكم برعبته اكتر وعكل حال انت شو ما كان عندك اي استفسار او خوف ضروري واجباري ترجع للحكيم يلي عم بتتابع معه مع طفلك اما تالت تمارين رح نعمله فرح نستغل وقت اللعب يلي بنكون عم نلعب البيبي فيه رح نجيب غطاء او اي احرام يكون شوي سميك رح نلفه بالطريقة يلي مطحينه بالفيديو وننيم الطفل على جنبون ونحط له اي لعب بتلفت له نظره حتى يضله بهيد الوضعية اكتر وقت ممكن هذه الطريقة بتساعده انه يقوي عضلات رقبته وعضلات بطنه وكمان عضلات ايدائز عم بيحاول يطال اللعب يلي حاطينه اياها اما الطريقة الرابعة فهي اذا بتستخدم البيبي راب او الكنجارو فهيدي كمان طريقة بتساعد البيبي انه يرفع راسه ويحرك راسه يمين وشمال يلي بالتالي بتساعده انه يقوي عضلات رقبته اما خامس طريقة فبحثة اسهل طريقة بالنسبة للام يعني بس تخلصي رضاعة او بس تخلصي اكل للبيبي حطيه على بطنه مثل ما موضح بالفيديو وتركيه امرار الطفل بيخفى امرار بيضله خمس دقايق عشر دقايق قد مكان بنفس الوقت هيدا التمرين يعني هو تامي تايم وكمان بساعد البيبي يتخلص من المغس ويتدشه بعد الاكل واخر تمرين راح نعمله بس مع الاطفال يلي بيكون عمره اربعة شهر او اكبر وكمان لازم نحس انه الطفل عم بيشد على عضلات بطنه مش مرخي كرمال ما نأزيله كتافه وهيدا هو الفيديو لليوم ان شاء الله تظلوا بخير وبليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لصطفحة